بيبدأ المسلسل مع بطنة اللي بيكون اسمه جاكو وشغل في مطعم كبير ومش بس كده ده كمان رئيس الطهاء وأكبر شي فيناك وكل اللي حواليه بيسمع كلامه وبينفزه بالحرف وما فيش حد بيقدر يعترض عليه وفجأة كده بقى بيختفي جاكو ولما بيرجع بيبدأ النهو يتخانق مع كل اللي حواليه ولما بتحاول المساعدة بتاعته اللي اسمها رانا انها تهديه وبتعرفه انها نهو يتقدم للزبان الطبق اللي عملته ورغم انهو مدقهوش بيبدأ يتخانق معاها بيعرف انهو وحش بيطلب منها انها ترجع تعمله من اول وجديد ولما بتعترض بيتعصب عليه وبيكرر يطردها وبنرجع بقى فلاش باك وبنعرف عن حياة بطنة وانهو من صغر وبيحب الرياضيات مهوز بيها لدرجة انهو بقى بيشوف المسال قدامه وهي عمالها بتتحرك بيعرف طريقة حلها بسهولة وكده افتكر انهو مميز وعنده مهوبة خاصة وحتى هدفه انهو يطلع عالم رياضيات مشهور واسمه يتعرف في كل مكان وبيكون بطنة طول الوقت شايف نفسه زكي وهيحقق حلمه بسهولة لكن في يوم من الايام لما بيشارك فم سابقة للطلاب العباقرة للأسف ما بيقدرش يحل ولا حاجة من الاسئلة الصعبة ومن وقتها بيكتشف ان حلمه راح على الفاضي وانهو طول السنين دي كان بيضيع وقته وجهده وبيدخل في حالة اكتئاب شوية لكنه في اليوم التاني لما بيقابل صديقته وبيحكي له عن اللي حصل وانهو مقدرش يجاوب كويس في الاختبار قرر بقى بعدها انهو هيتنازل عن حلمه ويدور عن هدف جديد بتوسيه صديقته كده وبتعرفه انهو شاطر واكده يقدر يوصل لحلم جديد بسهولة فبيعرفها ان الايام ديت هم مهتمة بالطبخ وبيبدأ انهو يتبخ لها اكلة كده هو اللي اختراحها بنفسه وكل البنات اللي بيتابعوني دي روقتي اكيد مبسوطين ونفسهم في زوج من ده صاحبتنا لما بتدق اكده بتستهرب من طعمها لانهو بيكون حلو ولزيز خالص ووقتها بيعد شخص غريب وبيشوف اللي حصل بتصدم ببطنة ومهرته في الطبخ وبيطلب منه انهو يتبخ له طبق زي اللي صنعوا لصدقته ولسه بطنة يرفض ويقوله ان ده ما ينفعش يعني بيلقيه داخل عليه المطبخ اصلا ووريني كده با يعمل ماكرونة دي بتقول ايه وبيأكل من الطبق غزبا عنه وبيحاول البطل كده ويقفوا بقوله تبا ايه ده بس عرفني انت مين طيب طب سيبلي شوية حتى اكل منهم اي حاجة طيب طب هتحاسب على اللي انت كلته ده حتى لكن الراجل ما بيهتمش وبيسيبه وبيمشي بيستغرب بطنة كده من الراجل الغريب ده لكنه ما بيهتمش يعني المرة دي انك تحل كويس وما تحرجنيت زي المرة اللي فاتت لكن بطنة بيداق كده وبيعرف ان هو مش هيقدر يشارك في المسابقة ولا يفوس حتى بيستغرب المدير منه وبيبدأ يزعق له وبيعرف ان هما صرفوا فلوس كتير علشان يوصل للمستوى اللي هو فيه ده فما تجيش دلوقتي وتقول لي مش مشارك لا احنا من حقنا ان انت تشارك وان انت تفوس كمان وتشعر الاكديمية بتاعتنا وإلا مش هيحصل خير لكن بطنة بيرفض برضو ان هو يشارك وبيسيبهم وبيمشي فالمدير بيداق خالص وبيزعل منه وبيبان كده يعني ان هو مش ناوله على خير ولما بيخرج البطل بتاعنا من المكتب بيلاقي الراجل الغامض ده فوشه مرة تانية والمرة دي بيكون معاها مجموعة شباب فبيستغرب كده لكنه ما بيهتمش لحد لما بتسأله بنت من المجموعة ده عن مكتب المدير وبتعرفوا ان هما جيين للمدير علشان هيتفقوا معاها علامات بخصوص الحفلة اللي هنعملها في المطعم بتاعنا بيلاعة ابو نامال يعني بتبدأ بها الكلام يروح ويجي كده وبيعرف بطنة ان الراجل الغريب ده اسمه كاي وان هو شغال طاهي كبير بيستغل الكاي الفرسة كده وبيطلب منه ان هما يتعرفوا على بعض يعني بشكل افضل وبياخدوا معاها للبيت وهناك بيشوف بطنة كمية الجواز اللي عنده وبينبير به كده ولما بيقدم له كاي الأكل اللي طبخه بيطلب منه كده ان هو ياكل فبيتوتر بطنة لكنه بيقرر ان هو ياكل علشان ما يكسفوش لكن لما بيدوه كده بتصدم من حلوته وجماله وقل انه بيكون نزيز خالص بيبدأ كده فجأة يحس بشعور غريب ما كانش بيحس بير لما بيحل مسائل الرياضة بيبدأ يشوف الوصفة قدامه وبينبير كده وبيطلب من كاي يعني يعلمه الطريقة لكنه بيرفض وبيعرفوا ان هو عملها بطريقة بسيطة خالص وبالنسبة للأكل اللي انت عملتها فكانت أحلى من دي بمليون مرة يعني وفاجأة كده بيجي البطنة تسال من قومي ولما بيرد عليها بتعرفوا ان المدير قرر ان هو يترده من الأكديمية فبيتصدم كده وبيطلع جاري على بيت المدير وبيطلب منه يعني ان هو يرجع الأكديمية تاني وبيعد يترجعها بيتزر منه وبيعرفوا ان هو محتاج الشهادة علشان يقدر ياخد منحة دراسية لكن المدير بيرفض وبيعرفوا ان هو مش يرجعه غير بشارط واحد وان هو يدفع ال40 مليون اللي اتصرفوا عليه في الأكديمية بيتوتر بطنة كده وبينهار بيعرف ان ابوه للاسف مش هقدر يتحمل المساريف دي كلها ولا حتى مساريف الجامعة بيرجع يترجعه تاني لكنه بيرفض وبيعرفوا ان هما دفعوا فلوس كتير علشان يخلوه يدخل المسابقة دي وان هو لو ما رجعش الفلوس دي مش هسمح له يرجع تاني فبيتصدم بطنة كده وده لان المبلغ كبير ومش هيدر يوفره بيتنمر عليه المدير وبيقوله ان هو فاشل انت متواقع اهلك الفاشل يعني هيجيبه حد زيك يعني ناجح انت اكيد فاشل زيهم بيسيبه وبيمشيه وبيحصل ده كله قدام قومي اللي بتكون مصدومة من اللي حصل ومبتعرفش تتصرف ازاي وفاجأة كده بيظهر كي وبيعرف ان هو عايز يساعده بشرط يحكيله السبب اللي خليه تخلى عن حلمه في المقابل ده فبيبدأ البطل بتاعنا يحكيله كده ان هو كان فاكر نفسه يعني علم رياضيات شبه علم مشهور كده اسمه فرما لكنه اكتشف انه مجرد شاب عادي بيحب الرياضيات وشاطر فيها مش اكتر وانه ما عندوش اي مميزات وعلشان كده مردتش ضيع الباقي من حياتي على واهم فادي بيعجب كي كده من كسته وبيعرف ان هو يساعده يحقق حلمه ويخليه اشهر طاية في البلد لكن بطلنا ما بيهتمش بكلامه وبيفتكره بيخرف مش اكتر لكن كي بعرف ان هو شايف فيه مميزات كتير هو مش شايفها في نفسه وبيقوله ان هم لو اتحدوا مع بعض يعني هقدر ان هم اكتشفوا وصفات الاكل واسراره اللي محدش قدر يوصلها قبلهم لكن بطلنا بيرفضوا بيعرفوا انه طاقهم جرد هواية وان هو عاوز يكمل تعليمه وهيدخل جامعة توكيو ويحقق حلمه بوه باي طريقة وان هو مش فاضل الهابلده كله لكن كويب يحذره ان هو لو مش دلوقتي عيندم بعدين وهتكتشف بان انا كنت بقولك الصح وعايز مصلحتك لكن بطلنا مش بيهتم ولا بتأثر اصلا وبيسيبه وبيمشي وطبعا بتكون امي موجودة وبتشوف كل ده طبعا هي عمالة بتتفرج معنا مش اكتر ونروح بقى لبطلنا لما بيرجع البيت وبيفضل يفكر في اللي حصل معاه وازاي في لحزة كل حاجة اتدمرته والمدير ترده وفجأة بيجي له تسال من قومي وبتطلب منه ان ام يخرجوا مع بعض يعني ويسافروا لتوكيو يوم فبيغفق بطلنا وفي اليوم التاني لما بيقابلها في الطريق بتفتح موبايلها لا بقى ويأشاء القدر يعني بتوري له فيديو الكوي وكل ده بالصدفة يعني بيستعرب بطلنا كده لما بيشوفه وبيطلب منها ان هو يشوف الفيديو بنفسه واللي بيكون عبارة عن اعلان اللي قوي بتكلم فيه ازاي ان هو طور من الاكل الياباني وخلى من الاشر الاكلات في العالم وان هو اكتشف حاجات محدش لسه قدر يكتشفها واخد جواز كتيرة وبينبير بطلنا كده بكلامه والنجاح اللي وصله لكنه برضه ما بيهتمش فبتعرفه امي انها جعانة وان هو في مطعم قريب من نوم نفسها تأكل فيه ويبتاخده هناك كده واول لما بيوصره وساحبنا بتفاجئ بتقوله بص يا ابن الناس انا الصراحة ماليش في الكتب ولا بعرف اكدب انا جبتك هنا وده لان قوي هو اللي طلب مني يعني اجيبك وصدقني بكرة تدعيلي اسمع مني انا عارفة مصلحتك وخيف عليك وغير كده انا لاحظت شغفك كمان بالاكل وازاي ان انت مهوف فيه وهي متأكدة ان هو لو اشتغل مع قوي وطور نفسه هيقدر يحقق حلمه وهتستمتع كمان بالشغل اللي انت فيه بقرار بطلنا فعلا يعني اخيرا ان هو يدل نفسه فرصة ويقابل قوي ويشوفه عايز منه ايه فبيعرفه قوي ان هو عاوز يساعده ويخليه انتقم ويرجع كرامته اللي اتهانت ديت ويثبت للكل ان هو مش فاشل وقتها بقى كل اللي كانوا بيتنمروا عليك هيبقى كلهم نفسهم يتصوروا معاك بيستغرب بطلنا كده وبيسألوا هيعمل ده ازاي طيب وفجأة واستكلامهم بتدخل الخدامة وبتعرفهم ان الضيف فصله فبيروح قوي استقبلهم وبعدها بيبدأ يجهز الاكل وبيكون بطلنا مصدوم من موهبته وصرعته وبيقف كده يشجعه يعني الحد لما بيقوله انا مش جابك هنا علشان تشجعني يا غالي وبيعرف ان هو جايبه النهاردة بالذات علشان يطبخ هو الطبق الرئيسي بنفسه وهتقدم له الضيوف فبيتصدم بطلنا كده وبيتوتر وبيقوله انا مش عارف اطبخ اصلا وان هو مش طاهي ما انا اقيل لك ان انا اخده هواية مش اكتر يعني فبيفكره كده ان الشخص اللي زله اهانه اتنامها لليه هو والده واقف برا وان دي فرصتك علشان تثبت له ان انت مش فاشل فانت لو ناوي تعيش جابان قدامك الفرصة انك تهرب فبتصر بطلنا كده بكلامه بيفضل افتكر كل اللي حصل معاه وزي المدير اهان ابوه بيقرر فعلا ينتقم ويثبت ليه ان هو مش فاشل زي ما قال عليه ولا حاجة وان هو احسن من نهم بتشجع كده وبيقبل التحدي وبيعرف كاي ان هو هيجرب وبيبزل جهده وبيبدأ يتحمس كده وبيقرر ان هو هيحضر الطبق اللي سنعه الكاي اول مرة شافه وبيبدأ اتخيل الوصفة قدامه وبتيجي في باله كده فكرة وبيبدأ ان هو ينفزها وبيكون الكل مصدوم منه ومن طريق الطبخه الغريبة وازاي بيحضر وجبة مهمة شبه ديات بمكونات بسيطة زي ديات لكن بطلنا اول لما بيجهز الطبق كده وبيخلصه وبيروحوا يبعتوه للضيوف بتصدم المدير لنهم طبخه الطبق الرئيسي ماكرونا وبيفتكر انه كاي عمل كده علشان يزله يعني هو انت جيبنة هزائن هنا ولا اي يا غالي لكن كاي بيبدأ يدفع عن الاكل وبيعرف ان الماكرونا دي مميزة وما تحكمش على الكتاب من غلافه دق يا غالي وديني رأيك في الاخر وبعد كده يحكم يعني بيبدأ المدير يأكل كده وبيتصدم لما بيدقه وديفه وده لان الاكل بيكون لذيذ خالص بيعرف ان هو غلطان وتصرع فعلا وان الوصفة دي مثالية وكأنه حتى تفقى سحر ولسه يشكره لكن كاي بيقولهم مش انا اللي تبختها وان هو يوفر الشكر للطهي الاساسي فالمدير بيقوله خلاص انا ليه الشرف ان انا اتعامل معا تاني واشكره بنفس يعني بيستغل كاي الفرصة وبيروح يجيب بطنة وبياخده للمدير اللي اول لما بيشوفه بيتصدم وبيسأله وعملها ازاي بيبدأ بطنة كده يشرح لهم الطريقة وازاي ان هو استخدم الرياضيات وهو بيحضرها وحسب كل حاجة بالمال لي علشان تقدر تطلع لهم بالشكل المثالي اللي قدامك فبيبدأ كل اللي موجود يتصدم من بطنة وزكاءه في نفس الوقت ده بنحرج المدير اللي بيكون قاعد مش طاق نفسه اصلا لكنه مش قادر يعمل اي حاجة فبيستغل كاي الفرصة وبيقرب منه كده وبيقوله وريني ابتسامتك وابدأ بقى اشكر الطهي الاساسي اللي انت كان نفسك تشوفه يا غالي بس هام حاجة زي مولتلك اللي ابتسامة يعني علشان ليلتك تعدى الاخير ده لو عايز يعني الضيوف بتاعك يفضلوا يدعموك ويدعموا الاكيديمية بتاعتك وبيكبروا النوع ينحنيل وبيهنوا كده وبيمسح بكرامته الارض وبينفذ المدير كلامه غزبن عنه علشان ما يعملش مشاكل قدام الضيوف اللي جايبهم وما بيسكوتش لحد كده كمان بيدبسه وبيضمن ان بطنة هيقدر يرجع الاكيديمية علشان يكمل تعليمه لا لا خدت جامدة صراحة وبيرجع حق صاحبنا كمان وبيردوله كرامته بيفرح البطل كده ان هو اخيرا رد كرامته هو ابو وهيقدر يرجع الاكيديمية تاني ويكمل تعليم وبيروح كده علشان يشكر قياني لكنه بيعرف ان هو معملش الحاجات ديات ببلاش وان هو منتظر منه ان هو ينفذ وعده وكمان وان احنا لازم نستخدم الرياضيات في الطبخ ونتحد مع بعض كده ونكتشف الغامض والمسير فبيقول له كونان بيقول له الله عليك وانت بتكملي فخلينا بقى نكمل قصتنا عزيز المشاهد بيعرف بطلنا ان هو خد قرار خلاص وهيشتغل معاه وبتمر فعلا الايام وبيقدر بطلنا ان هو ينجح ويتخرج من الاكيديمية ويطلع الاول كالعادة كمان لكن بالرغم من كده بيكرر ان هو لازم يتخلى عن كلية توكيو اللي كان بيذكر وبيسها علشانها لكنه لما بيرجع البيت بيعرف ان ابوه عرف ان هو رفض الكلية وان هو نوي يشتغل طباخ وان هو مداء منه فبيحاول بطلنا كده ان هو يراديه وبيعرف ان هو بيحب الطبخة وان هو اكتشف نفسه فيه وان الطبخة بالنسبة له هو هدفه وهويته الحقيقية وبيعترف له ان هو طول سنين عمره وكان بيذاكر وبيدخل المسابقات علشان خطره فعلشان خطره انا سيب نعمل الحاجة اللي انا بحبها قابلت الشخص اللي امل بالموهبة بتاعتي ووعدتوا ان انا هساعده وهقف جنبه علشان كده اخدت قرار خلاص ان انا هشتغل طباخ وهروح اشتغل معاه ولما مش بيلاقي رد فعلي كده من ابوه بيتدايق وبيمشي لكنه لما بيوصل للمحطة فجأة بيلاقي ابوه كده جاي جاري وبيقوله انت يا ابني اغلى حاجة عندي وانا مستعد ان انا ادعمك في اي حاجة وبيطلب منه كده ان هو ياخد باله من نفسه ويحق حلمه ويرجع وهو فخور بنفسه فبيفرح بطنة كده ان ابوه راضي عنه يعني وبيتطمن وبيسفر لقاي ولما بيوصل للمطعم بتستقبله بنت جميلة اسمها رانا وبتبدأ تعرفه عن المطبخ وبتقوله ان هو من ساعة ما قاي قبله وهو ملهوز سيرة غيرك انت اسحرته يا ابني ولا ايه وازاي ان هو فضل يمدح فيك كده ده باين كده ان هو معجب بك خالص وانها متحمسة علشان تعرف قدراتك بطنة بيفرح بكلامه خالص وبعدها بيراه لشان يقبل قاي بيعرف ان هو مش هيتعين بالسولة كده وان هو محتاج يخضع الاختبار الاول وده عن طريق ان بطنة يقدم وجبة لطاكم كوي كله وانت لو ما قدرتش ان انت تاخد منهم خمس نجوم هيتردوك للأسف وهتخلى عنك وكده كل حاجة يضيع منك لكن بطنة بتحمس بها وبيعرف انه مستعد لأي حاجة وان هو خلاص قرر يقرر سحياته كلها للطبخ وهيشتغل على نفسه كمان وبعدها كده بيحتاس بطنة وما بيكونش عارف يعيش فين لكن بيلاقي كده قوي قدامه وبيعرف ان هو يخليه يعيش معاه ولما بيوصل بيت قوي بيلاقيه كبير وفخم خالص بتصدم بطنة كده وبيعرف انه ممكن ينظفه مقابل ان هو يعيش هنا وده لانه معهاش فلوس اصلا يتفحاله لكن قوي بعرف انه يركز على تعلم الطبخ وانه يبقى طايم وحترف ومشهور اسمه على اول السطور الكل هيكل من ايدك ويبقى موهور هتوصل لكل مكان في اسرع وقت كمان لكن بطنة بيعرف ان هو ما عندوش وقت اصلا ان هو قدامه بس شعر علشان يعمل وجبات ولازم الوجبات ديات كمان تبهر العمال واخد منكم تقييم خمس نجوم بس بتدخل كاي كده وبيعرف ان هو غير المدة وخلق اسبوع واحد وان هو لو ما عملش الوجبة خلال المدة ده تيعتبر نفسه مطرود ويرجع للمكان اللي جاه منه بتصدم البطل كده بسبب التناقض اللي عنده صاحبنا ده كل شوية يقوله انت حبيبي وشوية يقولها اطرودك فبيفهم بطنة ان هو بس خايف عليه وعاوز مصلحته وبيقوله نفسه ده بيتحداني بقى ولا ايه ده شكله ما عرفنيش انا محدش يتحداني وفي اليوم التاني لما بيروح للمطعم بيشوف كل الشفات وبيبقوا كده شطرين قوي وهو حتى ما يجيش جنبهم اي حاجة بس بيكرر ما استسلمش برضه ولما بيبدأ يشتغل بيتوتر كده وبيشوف الكل قدامه ارقامه وبيعوك الدنيا فبيدق منه زميله بيبدأ يدله شغل صعب كده علشان يعمله غلط ويتروده كاي بسرعة يعني لكن بطنة مش بيهتم وبيسمع كلامهم وبيفضل طول اليوم بيغسل المواهين وكمان بيبقوا بيعملوه وحش ومحدش فكر يتعرف عليه او يقرب منه وبيددق كده كمان لما بتجيله رانا وبتهزول انه السبب يعني فوتت انها تقدم مجابات العمال وبيددق بطنة كده وبيحس انه فشل وملهوش لازمة يعني ولما بيروح لصدقته بعد الشغل بيتكلم معاها وبيحكي لها بقى عن اللي حصل وانه خايف معرفش يامل الوجبة قبل المدة اللي ادهاله كاي وانه فاضل منها خمس تيام بس وبيعرف نه حتى مش عارف يتقلم معهم او يبقى زيهم بتشجعه صدقته كده وبتعرفه نه مش من يوم وليلة يعني هيبقى طاهي وانهما اكيد بقالهم سنين في المطعم علشان كده وصلين للمستوى اللي هما فيه وبتشجعه انه يكمل وانه كده ينجح ويوصل لهم كمان ويعديهم وفعلا البطل بتاعنا بيتشجع وبيجيله فكرة وجبة كمان وبيعرف ان العمال كلهم في اخر اليوم بيتعبوا فبيكرر انه لازم ينفذ وجبته في الوقت المناسب وده كانت اول خطوة يفكر فيها وبعدها بيطلب قاية من العمال انهم يخرجوا ويسيبوا له المطعم وعند قاية بقى بيجيلوا المساعد بتاعه كده وبيسألوا بجد لو عاوز الولد ده يشتغل معاهم وانه بيانا عليه انه عايل عبيته وما ينفعش يشتغل معنا في مطعم راقي وانه بيانا عليه ما بيعرفش يعمل حاجة صراحة وانا بقولك كده لاني لحست ان انت تغيرت الفترة الاخيرة وانت لازم تركيز زيانا علشان المطعم بتاعك ما يقعش فبيعرفوا ان ده مطعمه وانه مجرد مساعد فما تنساش نفسك يعني وانا اللي قرر اعمل ايه ومش عايز اعمل ايه واستكلامهم كده بيدخل بطن عليه وبيددله الوجبة وبتكون وجبة بسيطة كده فبيستعرب الكل من ان هو عامل الوجبة ديت وهو مهدد بالطرد بس بيعرفهم ان هم يدقوا الاول وبيددلهم السيناريو مرة تانية قولوا ان هم لازم يحكموش على الكتاب من غلافه دق يا غالي واحكم ما عجبكش اتردني ولما بيدقهم بيلقوا لزيز خالص فبيتشجع بطن كده وبيقول يا اخيرا هاخد الخمس نجوم ولا ايه الموضوع كان سهلا خالص بس او لما بيجي وقت التصويت يعني محدش بيصوط له كده ولما بيسألهم هو في ايه جماعة هو الاكل معجبكمش ولا ايه فبيعرفوا انهم ينفعش ياخد اي تلمحات من حد الفترة ديت وانهو عاشتوا العمر مع الرياضة وانهو لازم بقى يفهم شوية بشر كده حواليه يعني وفعلا من بعدها بيفضل بطن كده يعمل لهم فوجبات بس محدش برضو كل مرة بيصوط له فبيرجع يحس بالاحباط وانهو فاشل وشكله داخل على حالة اكتئاب بسببهم ولا ايه ولما بيروح في اليوم التاني بيشوف امي كده وبيلاقي رجلها مكسورة ولما بيسأل عن اللي حصل بتعرف انها كانت سباحة شطرة في قريتها لحد لما جات توكيو ولاقت نفسها في التصنيف الاخير ففضلت تتضرب كتير لحد لما جالها تمزق في الاربطة وبيعرف بطنة انهو مش لوحده اللي في ضغط يعني وبيكرر ماستسلمش ولما بتحس امي انها قلبة القعد عليهم غم كده ونكدت عليهم بتطلع اكل وبتقولهم كله يا جماعة وبيستغرب بطنة لانه مجرد اكل بداية اهلهم كانوا بيعملوه ليهم زمان ولما بتاكل امي كده بتبدأ الطعاية وبتفتكر ذكريات زمان واهلها وانا كان اكبر همها ان الكراسة بتاعتها تضغل فزر او الاصفر فبيجي البطنة فكرة كده وبيعرف انه جاله فكرة وجبة حلوة خالص بتشجع امي كده وبتقول انه هو يروح ينفزها وفعلا بيروح بطنة كده علشين ينفزها وبيبدأ يفكر ازاي جدد فيها يعني وفي اليوم التاني لما بيوصل الشغل بيكون نشط خالص وبيلاحظ الكل كده ده وانه هو تعود على شغلهم خلاص جوا الضغط يعني وفي اخر اليوم بيجي كوي كده وبيعرفوا انه دور وجبة العمال جاي فبيعرف بطنة انه هو جاهز ورتب كل حاجة بيقوله براحتك دي فرصتك الاخيرة يعني ولما بطنة بيبدأ يشتعل كده بيبدأ يحط مكونات بسيطة خالص بيجهز الوجبة البسيطة كالعادة يعني ولما بيدقها بيطلع تعمال ازايز بشكل رهيب ورغم انها كانت بسيطة جدا بس عجباتهم كلهم وبيبدأوا بقى انه هم يتعرفوا عليه اخيرا وبيدوروا النجوم بتاعت اللي هو محتاجها الا واحد اصفر كده بيبين عليه انه هو غيران خالص من بطنة بس بيسيبه كده وبيمشي وبطنة ما بيهتمش اصلا خلاص هو اخيرا خد النجوم اللي كان عايزها ويشتغل وهيتعين بقى في المطعم من هنا ورايح رسمي بيمر اسبوع بيبدأ بطنة يتقلم معهم كده في المطعم بيحس ان هو واحد منهم ولما بيروح الشغل في اليوم التاني بيعرفوا قاي ان الكل في اجازة وان المطعم محجوز لشخص مهم وان بطنة هو المسؤول عن الطبخ للضيف ده كمان بتصدم كده لان كل التهامش موجودين والفكرة بقى ان هو بقالهم سنين في المطعم وقاي عمره ما خلهم يعملوا الطبق الرئيسي بينام عكس صاحبنا اللي هو في اول اسبوع قدر ان هو يعملها عادي وكمان لما بيروح مساعده كده يعرفوا ان اللي بيعملوا غلط بيعرفوا قاي ان هو عارفه وبيعمل ايه كويس وكمان بيخلي الطهي الاصفر ده يساعده يعني وبيعرفوا من هما مسؤولين يعملوا وجبة مميزة ومش مسموح باي غلط وإلا هيبقوا هما الاتنين في الشارع ولما بتروح رانا كده علشان تستفسر وعايزة تعرف مين الشخص المهم الجاي بتهرب منها كده وبيروح له بطنة وبيعرف ان هو عاوز يتكلم معاه ولما بيروح معا كده المطعم بيعرف ان هو بقاله فترة بيدور عن معلومات عن المطعم أنا بس عنده سأل انت ازاي بتستورد المنتجات الغالية ديت علشان بس اكل العمال مش اكتر لا وكمان المطعم بتاعك مشهور والفكرة ان الدخل بتاعك سابت وانا مش بحسدك ولا اي حاجة يعني بس انا عاوز اعرف مش اكتر ولما بيسأله كده عن الضيف برضو المميز اللي جاي واذا كان شخص مهم من اللي بيدعمه المطعم لكن برضو مش بيرضى يرد عليه ولما بيروح وبيطلع كده مع امي بيشوف زيميله اللاصفر ده وبيعرف امي عليه يعني وما بيكونش عارف اسمه حتى ولما بتسأله ازاي مش عارف اسمه بيعرف ان هم مش بيحبوا يعرفوا اسميهم الحقيقية الحد فبيروح له بطنة كده علشان يكلموا بس اللاصفر ده بيهب في وشه كده وبيقوله احنا زميل وما فيش اي حاجة بيننا ولما بيرجع البيت بيسأله كاي كده عارف هيطبخ هي ولا لسه يعني فبيعرفوا ان هو مش هيعرف يعمل اي اكلة لأي حد غير لما يعرف هو من الاول فبيعرفوا ان هو مدير المطعم والشلة اللي كنت معها وان هو قابلهم قبل كده لما كان جايين المدرسة يعني وانت قابلت واحدة منهم وطبختلهم مكارونا فبيعرفوا ان هو يطبخ لهم اكل حلوة خالص ويرفع راسه ولما بيمشي بتجي الخدامة نين الكاي وبتعرفوا بقى ان بطنة بيفضل كل شوي يسألها كده انت بتختفي فين وانها خايفة الاكتشف سره يعني فبيعرفوا انه يجي الوقت ويكتشف هو الوحد وما حدش فينا يعرفه ما بيتكلم عن ايه حتى وفي اليوم التاني لما بيروح المطعم بيفضل يتفق مع صاحبه الاصفر ده علشان يطبخوا ايه ووقتها بييجي كاي وبيعرفهم ان الديف جم ولما بيخرج بطنة كده يستقبلهم يعني بيلايه الناس ديكو التفولته ووليدها بتتصدم كده لما بتشوف الحالة اللي وصل لها وبتعرفه بقى الناس تغربت انه فجأة اختفى يعني من مسابقات الرياضة وبتضح بقى ان ايام السنوية البنت دي قابلت البطل في مسابقة الرياضة وسألته عن حل مسألة ولما قالها الحل بتتنمر عليه فبيحس بطنة كده بالاحباط والفشل بيفتكر كل مرة كانت بتتنمر عليه فيها وبتضيقوا فيها كمان انها كمان تخلى عن الرياضة بسببها دي انه كان دايما بيحس بالفشل وبيروح يعاتب كوي كده بيقوله انت ازاي تعمل كده وتخطر بمطعمك لو انا فاشل بس كوي بيشجعه بيعرفوا ان هو مش فاشل وبيعرفوا ان هو طهي شاطر وان هو هيقدر ينجح بيتحمس بطنة كده وبيروح يعمل اكلة وفي الوقت ده بيشوف زموله الاصفر الاكل وبيدوقه بينبهر فعلا بجمهاله في الوقت ده بيتكلم مع صديقته وبيعرفوا ان هو ماستسلمش عن الرياضة برضو بسببها وان هو بس لها هدفه وحلمه يعني وبيهنع كده لانها كسبت المديلية الزهبية ولما بيروح بطنة يقدم الاكل مش بيلاه حاجة وبيعرف بها ان يزميله اكله فبتصدم بطنة كده وبيسأل الاصفر هو ليه عمل كده بيعرفوا ان جرته سيطرت عليه وان هو لما ده الاكل انبهر وما قدرش يسيطر على نفسه وان هو فضلتول الليلي جرب يعمل وجبات بس ما تلاقيتش طعمها حلو زي بتاعته بس بطنة طيب مش بيتعصب عليه وبيعرفوا ان هو يعمل اكلة من كتاب الوصفات بتاعه هو وبيعملوا اكلة كده مع بعضه ولما بيكون قي قاد مع الضيوف بيعرفوا من هو حتى لو الاكل حلو ما يقولوش ان هو حلو لانه عاوز يتأكد من حاجة ولسه ما كملش كلامه اول لما الاكل بينزل صحابنا بيشم ريحته وبينبهره كده وبيدقوا كده وبيتبسطوا خالص وبيمدحوا فيه وبينحس ان قايا عاوز يقتلهم يهو ده اللي انا قلتلكم عليه قلتوا هتقولوا وحش يعني وفي الاخر تقولوا هو جميل وحلو خالص ولما بتروح صدقته وتعرفوا ان اكله كان لذيز وان هو شطر جدا وان هو مش فشل ولا جابان حتى لانه تخلى عن حلمه زي ما قالت عليه وبتعرفوا ان هو لازم يطور من نفسه وهي بقى اشتر طاهي فبيتحمس بطنة كده وبيتشجع وبيروح يعرف زميله ان هم ما نجحوا وان الاكل عجابهم بيفرح اللاصفر كده وبيبدأ يطمن له يعني وبيحك له بقى كسطه وبيعرفوا ان ابوه كان عنده مطعم وان هو من اشهر الطهو في اليابان وان والده كان دايما بيعامل وحش وده ما خلهوش عنده سكة في نفسه علشان كده بقاناني وبنعرف اسمه اخيرا وان اسمه نوى واحنا هتسرعنا في الحكم يا جماعة الاصفر ممكن يتغير عادي برضو يبقى احمر في يوم نورح بينا القوي لما بيخرج كده علشان يتعشع عشاء سر يعني مع اصحابه بيسألوه لو هيستمر فعلا في المطعم ده ولا هيسيبه قريب بعدما يتأكد من موهبة بطنة وانت شاف ان هو ينفع يبقى خليفة ليك من بعدك وهنا بتبقى صاد ملينا وبنعرف هو ليه مهتم بالبطل خالص ولما بيروح قوي لبيته كده بيراجع الاسماء المهمة اللي حجزوا المطعم الفترة الجاية وبيتفاجئ لما بيلاقس شخص مهم بيروح للمطعم اليوم اللي بعده كده وبيعرفهم ان فيه شخص مهم جدا 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 حجز المطعم الفترة الجاية وان غلطة واحدة بس منهم هتخلي مطعمهم ينهار وبيكون الضيف ده اشهر ناقد في اليابان بس بيعرفوا ان هو جاي قبل كده وده اكلهم وقال عليهم كلام حلو وبيسألوه يعني ايه اللي موتره كده فبيعرفوا من هو مش كفاية وان المرة دي عاوزينه يرشح مطعمهم لكل الناس وبيبدأ يوزع الادوار على الكل وبيختار بطنة كده معاهم وبتصدم الكل انه لسه مبتدئ ومعندوش القدرة انه يطبخ القشر ناقد في اليابان وانه ممكن يضيحهم كلهم في لحزة ويوقع اسم المطعم بتاعهم وبسألوه لو فعلا يعني ايه اللي بطنة يطبخ فبيعرفوا من هو شايفي حاجة محدش فيه مشايفها وبياخد بطنة كده على جنب بيبدأ يقوله انه جات فرصتك علشان تسبت لهم نفسك وتبقى اشطرتاهي في اليابان فبيتحمس بطنة كده وبيقرر يشتغل باقسا ما عنده يعني ولما بيروح في اليوم التاني بيبدأ لكل كده انه هو يطبخ ويجهز الوجبات اللي ممكن يعني يقدمها للناقد بينما البطنة بتاعنا ما بيكونش لسه فكر في حاجة بيحس بطنة بالضغط كده انه هو ممكن يخسر سكة قاي في اي لحزة انه هو شكله كان مختار عائل زغيرة علشان يمس المطعمه وانه هو ممكن يغرقه فعلا بيقرر انه هو يسيب المطعم وبيخرج كده يقابل صديقته اومي بيقضوا اليوم مع بعض وهم خارجين كده بيجيلوا فكرة اكلة يعملها يعني للناقد بيروح علشان يجازي الاكل وبيبدأ يدور في اكونت الناقد كده علشان يعرفه وبيحب ايه وبيبدأ يجمع كل المعلومات اللي هو عاوزها وبيدونها ولما بتشوفه رانا كده بتتريق عليه بتقوله يا ابني احنا هنا مش في درس رياضة احنا هنا في مطبخ وان انت لازم تركز على الاكل مش اكتر بس بطنها ما بيهتمش بكلامها وهو مروح كده بيكون جعان فبيقرر يروح يكل في المطعم وبيلاقي ران موجودة هناك فبيحاول يتكلم معاها ايزي قرب منها يعني علشان تبطل تدايقه تاني وتتنمر عليه بس بتوسيل ران كده وبتعرف انها عارفة ان الشغل في المطعم صعب وده لانها مرت بكل ده قابله يعني بيستارب لانها المفروض اشتر شيف في المطعم بعد قوي واخدت جواز كتير بيطلب انها تحكي لها كده اللي حصل معا يعني يمكن يستفيد منها فبتعرفوا ان والدتها كانت فتحة مطعم وانها كانت قدوتها وفيهم قررت تنزل تتعلم منها الطبخة لحد لما خدت بالها ان والدتها دايما كانت بترفض تقابل الزبان علشان يشكرها بعد الاكل وانها بعدها اعرفت بقى ان هما في اليابان بيقللوا من شأن الست اللي بتطبخ وبيعملوها كأنها قيلة مش انسان خالص علشان كده بتتجانب انها تقابل اي ديوف في المطعم او تسمع شكرهم بالرغم انها واسقة في نفسها واكلها بس مش واسقة في اللي حواليها فبيشجحها بطلنا كده وبيعرف انها قدوته وانه نفسه يتعلم منها كتير وكمان تودي مطعم كده والدتها علشان يدق اكلها فبتعرف انها تبقى تاخده كده وتروح في يوم يعني وبتكرر بقى رون انها تدله فرصة علشان يقرب منها ويبقوا اصحاب وبتطلب منه كده يدوقها يعني الاكل اللي بيعمله علشان يقدمه للناقد ولما بتدوق بتعرف انها حلوة خالص بس لازم يشتغل عليه اكتر وبتقوله انا مش عاوزك تقلد الناس اللي قبلك انا عاوزك تدور على الحاجة اللي بتحبها والحاجة اللي تعملها ومحدش عارف يعملها غيرك وبتشجعه علشان يتطور اكتر ويبقى شطر زيها وانه بعد كده لازم يطبخ للشخص عادي من غير ما يعرف هو مين وبيفكر في ايه انت لازم تفكر بر الصندوق وتحط لمسيتك في الاكل بتشجع بطلنا كده اكتر وبيعرف انه هيبزل كل جهده علشان يبقى شطر زيها فعلا في الوقت ده بيشوفهم قي وبيسمحهم وبتروح بطلتنا تتكلم معاه بتسأله هوليد ده طبق رئيسي وده لانها شطرة بس ولا انت لك نواية تانية اتجاهي وبتعرفوا بقى انها مش بتسك فيه وعارف انه بيسك في المبتدئ ده اكتر منها يعني وبيسألها طب امتى هتنفز الوعد وهتبقى اشتر مني وبيفضل يستفز فيها ويدهيقها علشان تطلع اكثر مع عندها انه رح بينها البطنة اللي بيكون قاعد مع صاحبه وبيكونوا بيدوروا على وصفة كده يبهروا بها الطاهي لحد لما بيجي البطنة كده الالهام وفعلا بيبدأ اشتغل عن نفسه وبيطبخوا الاكلة اللي هو عاوزها بيجي بقى الشخص المنشود وبيقدموا له الطبق الرئيسي بنبير بي جدا لدرجة انه بيأكلها كلها وبيطلب منهم كمان فبيفرح كده وبيهن بطنة وبيهرف انه نجح وابهر اكبر نقط في اليابان وبيخليهم يجهزوا نفسهم علشان يقدموا طبق رانة فبيحاول بطنة كده انه هو يشجحها وبيعرف انهم ينجحوا ويرفعوا راس كاي كمان ولما بيقدموا طبق ران بنبير نقط بيه وبيتبسطوا الطاكم كلهم علشان خاطرها وبنعرف انه هو نزل الطاكم بتاعه على الانستا وعمل لهم احلى دعاية في الدنيا وكان بيمدح بقى في الاكلة بتاعت بطنة والاكلة بتاعت بطلتنا كمان وبينسح الكل انه لازم يروح يجربوا المقبلات بتاعتهم لانها حكاية وبيمر شهر وبنعرف ان المقبلات بطنة بقى الطبق رئيسي وانه كمان نقط جهه وكال مرتين في نفسه الشهر وده امرأة ما حصلت في اي مكان بنرجع في الاشباك لما بيطلب كاي كده من النقط ده ان هو يجي يجرب اكل البطل فبيحس فعلا ان بطنة وراه سر وبيسأله لو هو فعلا هيسيب المطعم زي الاشعات ما بتقول بنرجع احنا للحاضر لما بيروح كاي يوزع الادوار تاني علشان الدفل جديد بيدي رون كده الطبق الرئيسي فبيتصدم الكل كده لانه هو خلاها مرتين ورا بعد الطهي الرئيسي وبيتأكدوا فعلا انه هو بيوصد فيها بس بتصدمهم رون وبتعرفهم انها عاوز الحاجة اللي اخدها منها زمان ولما بيسأله ايه بتقولهم مطعم والدتي المطعم اللي انت اخدته من سنتين انا عاوزاه يرجعه لها تهيني وبتحك لهم بقى رون كسطة وان والدتها كانت ساحبة المطعم ده وان حصلهم مشكلة وكان عليهم ديون كتير واستغلوا كاي الفرصة واشترى منهم المطعم ومن بعدها والدتها بطلت تدخل المطغ تاني وان هو وعدها لو تفوقت عليها يرجع لها المطعم بتصدم الكل كده وبردوا كاي عليها وبيضحك وبيعرف انها غبية وان هو بس علشان يختارها يعني تمثل مطعمه وفكرت نفسها تفوقت عليه ولا ايه وفكرت نفسها بقت اشتر منه وبيتردها كده وبيحذر انها تقرب من المطعم تاني وبيتصدم الكل كده لانه ترد اشهر طبخة عنده بسولة ومن غير رحمة كمان وان هما لو اعترضوا ممكن يتردهم هو كمان وراها وانه كاي كده تلع زي ما معروف عنه بجد وانه ما عندهش عزيز ولا غالي ولما بيروح بطنه وراها كده علشان يعقله بيقوله وخليك في حالك انت بس انا عارف انا بعمل ايه وبيستغل المدير الخنزير الفرصة بيروح للمستثمرين وبيعرفهم من المشاكل اللي في مطعم كاي وانه عايز يشتر المطعم منه وانه عايز يبقى المدير الجديد بداله وبيروح كده الران وبيستغل الفرصة برضه وبيقولها ازاي كاي يترد احسن طباخة ده شكله ما بيفهمش ده ولا ايه يعني وبيفضل كده يضغط على الجرح بتاعها وبيقوله منها انها توافق تشتغل رئيسة الطهوة عنده في المطعم وده بعد ما ياخده يعني من كاي بس بتعرفه ان اكيد مش هيسيب له المطعم بالسهولة دي وبيعرفها انه حط خطة كويسة علشان ياخد المطعم وانها بس تستعد مش اكتر بتعرف انها موفقة بس بشرط ان والدتها ترجع للطهي تاني بس بيقولها عادي ان ما ترجع وكده كده ما فيش مشاكل عنده يعني بتفرح ران كده لانها بتكون قربت من تحقيق حلمها وبتروح تعرف والدتها وبتطلب انها ترجع للطبخ تاني بس بتعرف انها مش مهتمة وانها ثابت المجال من زمان وعنده كايبة بيروح بطلنا وبيسأله اعيش زرف منه الحقيقة وليش ترى منه المطعم بتاع والدة بطلتنا بيعرف انه عجب ومكانه فبيقوله ما بهزرش يقول لنا الحقيقة علشان يصدقك احنا عارفين ان انت مش شريرة علشان تأزي حد وتخليه يكره الطبخ للأبد بس بيعرف انه مش مهتم وانه ما عنده سواب علشان يقول حاجة وانه مش جاي هنا علشان يلعب وانه اهم حاجة عنده الشغل اما فكرة تصدقوا الكلام اللي انا بقوله ده اخر همي وبيعرفوا كده انه هما جايين هنا يتنفسوا علشان يشوفوا مين فيه وما ياخد المطعم بعده وبيعرف انه لازم يفتكر انه كان فاشل وانا اللي خلتك اشهر طاهي اما قات الناس بيجوا علشان يطلبوا الطبق بتاعك انا اللي ساعدتك وخلتك لك ايمة ودلوقتي دورك بقى غالي ولما بيروح بطن البيت كده بيفضل يفكر في الكلام كوي لحد لما بيلاقي الباب يخبط ولما بيروح يفتح بيلاقي والده وكان جاي يتطمن عليه واول لما بيدخل البيت بنبير بيه بيعرفوا ابنه بقى انه هشتعل في المكان الصحي وبيطلب منه كده انه ها يكلم صاحبه علشان يخرجه مع بعض وبيرن علوم بطنه وبيروح يأكله في مطعم مع بعض بيهزره وبيتبسط والده كده ان ابنه بقى عنده صحاب وانه ها سعيد ومش منبوس زي ما هو كان ايام الكلية وبيعرف بطنه انه ها فخور به وهيشجعه طول الوقت مهما كان حلمه وبيفرح بطنه بكلام والده وبيتكرر بطنه قبل مايروح كده يعد على المطعم وبيلاقي رون بتلم حاجتها نيني بتكلمه كده وبتعرفه ان هم كانوا عايزين يعتردوا على قرار قوي بس خافه لو يعتردهم هم كمان وانهما مش بنفس كفاءتها انت سهل تلاقي شغل بسرعة بس احنا صعب نلاقي بس بتطمينها رون كده وبتعرف انها عادي من زعلانة منهم وان كده كده زي ما انت بتقولي قاية ما عندهش لعزيز ولا غالي ولا اي حاجة اصلا اسمها صداقة وان طالما الشخص مش مفيد لي ايسا الحاجة عنده يرميه ولما بتسأله كده لو متأكدها انه هو السبب اللي حصل مع والدتها بتلاقة متأكدة ونروح بين الرون لما بتروح للمدير الخنزير وبيدعها عادي كده وبيقول له انها نتوقع عليه وعند بطلنا بقى بيقرر يكتشف هو الحقيقة بنفسه وبيروح لوالدة بطلتنا واول لما بيوصل بيطلب منها انهم يتكلموا بيقول له طيب انت مين طيب بيعرف انها يبقى صادق بنتها وانه قبل ما يعرف بنتها واصدقائه يعني اللي في المطعم كان وحيد وانها خايف بعد ما رون يعني قدمت استقلاتها تكون وحيدة وانها علشان كده جالها النهاردة علشان تلحق رون يعني قبل ما تضيع نفسها وترجحها تشتغل مع كاي في الوقت ده بيكون المدير الخنزير مع بطلتنا وبيكونها حنات وقع على الورق وبيفضل كده يضغط عليها بيقول لها انا بعمل كل ده علشانك علشان تنتيمل والدتك ولما بتقولها هو انت دقت اكلي بيقولها لا بس انا قريت عنه كلام اشهر ناقد يعني عنها وانه مش محتاج يدوقه تحسوا فاضل يقول لها بوس ايدك امدى على العقد وخلصينا ولما بتروح بطلتنا البيت كده بتلاقي بطلنا والدتها مع بعض في المطبخ واول لما بتشوف والدتها بتطبخ لأول مرة من مدة كبيرة بتتأثر كده وبتنصدم لانها اول مرة تدخل المطبخ من سنين بتفضل تسترجع ذكرياتها وقت ما والدتها كانت بتطبخ لها وانها كانت سعادة جدا وقتها ولما بيكونوا بيأكلوا كده بتستغلوا مران الفرصة بتقولوا بقى اكل من اللي احسن انا ولا بنتي وعلشان بطلنا دبش يعني وما بيعرفش جامل بيقولها اكل رون طبعا وبتفضل رونت بالسلوة تقول له اللي اخرب بيتك اول مرة تطبخ يا ابن فبتعرف والدت البطلة انها عارف ان اكل بنتها احلى وان الفضل كله الكوي وبتقرر بقى تعرف روني الحياة كلها واللي حصل بتعرف انها من زمان اما كانت حامل كانت شغالة في مطعم فرنسي بس تردوها كده لما عرفوا انها حامل وقالوا انها مش هتعرف توافق بين الشغل والبيبي اللي في بطنها وبعدها ولدت رون كده وكانت حافز كبير لها انها تفتح مطعم لنفسها وفعلا فتحت المطعم لحد لما كبر وجالها مستثمرين علشان يستثمروا عندها ولما رفضت استغل المستثمر اللي بيكون هو نفسه المدير الخنزير نفوزه ورشا النقاد علشان يكتبه كلام وحش عن المطعم ومن بعدها ما عادش حد بيجي عندها وجه كوي وقت ما ديونة رقمت عليها كده وكانت هتتسجن وسعيدها واشترى المطعم معرفة ان هو مش هيساعدها هي بس لا وكمان بنتها وان هو هيخلىها طبقة شطرة ويطلع احسن ما عندها كمان علشان كده قرر ترتاح بقى واسيب الطبخ لك انت يا بنتي وان هو مش شخص اناني بنروح بينها الكوي لما بيكون قعد حزين ووحيد بنهار لحد لما بيدخل عليه صديقه وبيعرفوا ان المدير الخنزير عاوز يرجع المطعم له فبيكرر ان هو يفكر في حاله علشان ينقذ مطعمه كده وفجأة بلا بطنة ورن كده دخلين عليه ورن بتعتذرله وبتعرف انها عارفت الحقيقة وبتطلب منه ترجع تاني يعني فبيعرف ان المدير الخنزير جاء المطعم او انها لو عملت له وجبة وعجبته اهيرجحها تاني فبيكرر بطنة يتحده مع بعض ويعمله اكل حلوة كده ولما بيوصل المدير بيعرفوا قاي كده ان فيه طباخ مميز هو اللي عمله الاكلة ديت وبيكون الخنزير شمتان فيه لانه واثق انه رن مش هي العملاء واو لما بيطلع بطنة بيتأكد ان هو صح وان البطنة مش موجودة وبيفكر بقى ان هو اللي عمله واو لما بيدوه الاكل كده بيعجبه جدا وبينبير به بس بيتدخل قاي وبيعرفه ان مش بطنة اللي عمل الاكل وان فيه شخص تاني هو اللي طبخ وطلب من بطنة يجيب الشيف ولما بيدخل بيطلب من رن كده تخرج بس بتكون متوترة وخايفة تواجه الخنزير ويخساره بس بيشجحها وبيعرفها انه قدام حلمه وانها لازم تعرف العالم كله ان الستات بيتبوخه حلو ومش قلات فبتتشجع بطلتنا وبتخرج وبتصدم الخنزير وبيقولها بتخنيني انا يعني في الاخر فبتعرف انها اصلا ممددش على العقد علشان تخونه فبيعرف ان هو يدمر مطعمهم وبيعرف بطلتنا ان فرستها معه ضعت خلاص وانها كده هتغرق معاهم وبيهدد قاي ان هو عارف سره وان هو يستمتع بها بوقت الحد لما يفضحه بس ما بيهتمش قاي ولما بيمشي بيكون قاي هيمشي وكمان بيتسألوا بطلتنا لو هيرجحها تاني فبيعرف ان الاكل عاجب الخنزير وانها ترجع علشان اتفاقهم ولما بيروح قاي كده بيتكلم بطلنا معاه بيسألوا عن سره بس بيعرفوا ان ما فيش وقت وان هو لازم يستعد علشان هيبقى مكانه والمسؤول عن كل حاجة بنرجع احنا للحضر لما بتكون رون بتحول انها تفوق بطلنا كده من تفكيره لكنه بتعصب عليها بيعرف انها مش عارفة حاجة من اللي هو وكي بيعملوها وانها تفضل طول عمرها كده في القاع فهي لازم تستقيل وتمشي احسلها يعني وانها مش محتاجها وصاحبنا القاسي بيدوس على الجرح ومش بيواسي وانا للأسف هقولكم من هنا بنتي المسلسل فلو انت عايز الجزء التاني فما تنساش تفعل جرز التنبيهات علشان يوصلك الفيديو الجديد اول لما ينزل بإذن الله وتعمل بقى اشتراك على بقى القنوات ومن هنا قدر اقول لك يا زعيم احلاميس عليك وسلا سلا